اهلا وسهلا بكم حوايبي طالبات الصف السادس الابتدائي متكملين مع بعض حلقات الماس تحت رعاية واشراف وزارة طرابية وتعليم في الحلقة اللي فاتت تتكلمنا عن يونت وان وعرفنا رفيجن سريع على يونت وان كديفنيشن وككيكسوسايز بجميع انواع الاكسوسايز ان شاء الله حلقة النهاردة هنتكلم على يونت 2 هناخد الديفنيشن في يونت 2 اكسوسايز تشوز وكمبيت والستوري بروبيلي الي تيجي في يونت 2 اكي نبدأ مع بعض جاهزين يلا بينا اول حاجة خدناها في يونت 2 كان لصنا البروبورشن وكان ليه دفنيشن So we need to memorize this definition عايزين نحفظ ال definition ده Proportion is what? Proportion is equality of two ratios or more بس هو عبارة عن equal between two ratios أو أكتر من two ratios أوكي طيب تعالوا نفتكر مع بعض هو مين برضو ال proportion ده كيكسوس وصعيز بيديني fraction equal to fraction تاني يبقى 4 over 5 equal 12 over 15 كده ده كله على بعضه كده اسمه ايه؟ اسمه Proportion يبقى this is called a proportion equal between two fraction equal between two ratios تمام طيب كم نمبر مكتوبين عندنا في الإكترسايز؟ عندنا 4 نمبر مكتوبين أول نمبر هنسميه First Term اللي تحته اسمه Second Term والThird Term and the Fourth Term So where is the First Term here? Four is the First Term The Second Term is Five Third Term is Twelve And the Last Term is Fifteen تمام؟ وكنا ممكن نكتبهم جنب بعض أكتب الفيرست بعد كده Second بعد كده الثيرد بعد كده الفيرس عشان هنسميهم أسامي تانية دلوقتي كنا ممكن نكتب الفور Five, Twelve, Fifteen التو أوتر نمبر هنسميهم إكس تريمز اللي اتنين اللي بره اللي هو الففتين and four اسمهم إكس تريمز والتو إنر اللي اتنين اللي جوه هنسميهم ايه؟ مينز تمام؟ يبقى أنا ممكن نكتب لك الاكسرصيز دي بتاع البروبورشن يئمة two fractions يئمة four number جنب بعض وانت تحولها لفراكشن زي ما انت عايز طيب كان فيه بروبرتي مهمة بقى بنحلي بها الاكسرصيز دي بتقولي إن البروداكت أوف مينز إكوال برووداكت أوف إكس تريمز ودي أهم الرول عندنا في البروبورشن إن أنا قدر أعمل كروس ملتيبليكيشن وتطلع الأنصر إيكوال يعني لو عملت الفور time 15 هي هي بالضبط 5 times 12 البروداكت أوف إكس تريمز إيقوال برووداكت أوف مينز نقصة بيقولي إكسرصيز هنا find the value of x in each of the following proportions 24 over x equal 0.8 فراكشن إيقوال الدسمان حول الدسمان لفراكشن عشان تتحول شكل البروبورشن اللي أنت متعود عليه يعني 0.8 لما حولها تبقى إيه 4 over 5 يبقى معنى كده 24 over x equal 4 over 5 نعمل كروس ملتيبليكيشن يبقى الـ x equal كام 24 times 5 divided by 4 خلي بالك في الـ احتاجت الـ value of x والـ x كانت في الـ احتاجت هي تمام طيب تطلع الـ answer 30 يبقى الـ x equal كام equal 30 تعالوا نبص على number 2 وnumber 2 إذا تفاكي question شوية عشان أنا هنا مش مديك في first term x فقط أنا مديك x minus 3 يبقى إنت لما تيجي تعمل cross مش هتطلع الـ value of x تهتجيب الـ value of x minus 3 number اتاخد منه 3 فأنت عايز تجيب الـ number نفسه هتعكس الـ operation بدل ما هي minus في الآخر خلص هتعمل إيه هتعمل plus يعني معنى كده لو أنا عايز أعمل cross multiplication هنعمل إيه 3 times 5 divided 3 عشان أجيب مين أجيب x minus 3 أنا بجيب دي كلها تمام عملت 5 times 3 divided 3 تطلع الانصر 5 طب is is x not دي مش x احنا جيبنا x minus 3 أنا عايز أجيب value of x هعمل plus 3 للـ 5 يبقى هنعكس الـ minus 3 هعملها plus a plus 3 يبقى x equal 8 تمام طيب next one نفس الايديا بالضبط بس هنا عملها لي plus فأنا هعكس في الآخر وعمل إيه بروف وبنعكس الـ operation هنعمل minus طب عندي 7 هي 70 whole number أقدر حولها الفراكشن ولا ما قدرش هنحط لها إيه 1 في الـ denominator هتبقى 7 over 1 يبقى أول استابع عندنا حولنا whole number into a fraction واعمل cross multiplication يبقى x plus 5 equal 3 times 7 divided by 1 equal 21 تمام أرجع تاني بقى أعيد أشوف بقى x plus 5 21 عايز أجيب x الوحدها هنعكس plus 5 دي وخليها minus 5 عشان أجيب x الوحدها تمام طيب تبقى x equal 16 next one choose the correct answer if the numbers 2 6 y and 27 are proportional then y equal what هو هو مدهالي دلوقتي جنب بعض هتعرف تحطها كده وتحلها وهما جنب بعض it's ok perfect طب انت معرفتش حولها لشكلها الفراكشن اللي انت متعود عليه هتعمل 2 over 6 equal y over 27 تمام وعمل cross multiplication to find the value of y تطلع y في الاخر equal 2 times 27 divided by 6 equal 9 يبقى اختار الانصر equal 9 next one هنطبق بقى application على proportion story problem على proportion the first story that i have a car consumes 20 liter of petrol to cover a distance 240 kilometer calculate the consumption rate of the car of petrol and calculate the quantity of petrol needed to cover a distance 600 kilometer mix exercise mix it بين unit 1 و unit 2 اول حاجة طلب انك هات الريت طب طبيعي الريت بنجيب ايه الفرست quantity divided second ايه quantity بخلص يبقى اول حاجة to find the rate هنعمل ايه 20 divided 240 هتبقى one over 12 تمام you have to keep it as it is عشان لو حولتها لديسيمال هيطلع decimal number recurring مش بيخلص فيستحسن نخليها fraction زي ما هي one over 12 liter اينا كيلومتر اوكي طيب كده انت خلصت اول جزء اللي هو بيقولك ايه find the consumption rate تاني جزء بيقولك ايه بقى اللي هستعمل فيه proportion calculate the quantity of petrol needed to cover a distance 600 كيلومتر يبقى نحط ليتر تحتيها كيلومتر تمام واشوف اول حاجة انا استعملتها 20 ليتر to cover distance 240 يبقى انا استعملت 20 ليتر عشان هنمشي 240 كيلومتر هو سألك how many liter of petrol انت هتستعمل كام ليتر يبقى فوق اكتب X وتحت اكتب 600 حولتها exercise proportion اعمل cross واجيب the value of X يبقى 600 times 20 divided by 240 and the result will be 50 ليتر يبقى انا هستعمل 50 ليتر to cover distance 600 كيلومتر next exercise برضو من الابلكيكيشن of proportion a primary school its building height is 14 meter and the shade of this building at a certain moment is 5 meter length مديني building height 14 meter and the shade through the height equal 5 meter what is the height of a tree in the same moment if it's shade length is 3 meter مديني shade of tree وطلب مني real height of tree طب هنحل المسألة زي دي ازاي طبعا عندنا حاجتين building and tree احطوهم تحت بعض as a fraction school building and tree طب what is the real number that i have انا معايا real بتاع البلدنج مش معايا real بتاع tree يبقى هكتب فوق 14 وتحت x طب what is the shade اول حاجة الشيط بتاع البلدنج وتحتيل الشيط بتاع tree الشيط بتاع البلدنج كان 5 والشيط بتاع التري كان 3 حطوهم تحت بعض واعمل ايه واعمل cross multiplication 3 times 14 divided by 5 the result will be 8.4 meter يبقى real height of the tree is 8.4 meter next one درس ثاني كده خلصنا درس proportion درس ثاني كان بيكلم عن drawing scale طبيعي لازم نعرف definition of the drawing scale what is the drawing scale the drawing scale is ratio between length in drawing and length in reality ratio between length in drawing and length in reality دي رابع definition ناخده خدنا ratio rate proportion and drawing scale تمام طيب أنا بستعمل الرول بتاعت drawing scale ازاي بكتب drawing scale equal drawing length over real length وكننا ممكن بنكتبها بشكل ratio أفضل كنت بحلها بشكل ratio بكتب drawing scale equal drawing length لانسف الاول d.l to real length r.l تمام يبقى بنكتبها بشكل ratio عشان هو دايما بيجيلي بشكل الانسف الريش طب استعملت في الاكسر سايز دا او في الليسن دا magic triangle كتبت drawing lens فوق كتبنا drawing lens فوق وتحت drawing scale and real lens عشان احيانا هاجي اقولك في الاكسر سايز هات drawing lens او هات real lens so what are the real lens خبي real lens بإيدك هيبقى drawing lens over drawing scale drawing lens over drawing scale طب لو عايز تجيب drawing lens هتعمل two number multiply drawing scale multiply real lens طب وعرفنا two notes لو كان drawing scale اصغر من one ده معناه minimization يبقى if the drawing scale less than one it means minimization or reduction تمام ولو كان drawing scale more than one it means magnification enlargement او كلمة ثالثة اسمها maximization تمام طيب تعالوا نشوف exercise drawing scale كان بيجيب بانيشك كان عندنا three ideas to drawing scale ييم ما اديك drawing lens or real lens واطلب منك drawing scale زي المسألة اللي جاية دي first idea how to find the drawing scale if the يستحسن تكتبها باختصارات مش لازم تكتب الكلمة كلها يبقى drawing scale اختصارها d.s and drawing length d.l and real length r.l real length طيب 4cm دول ايه ده drawing length يبقى تحت drawing length اكتب 4cm وتحت real length اكتب 8m طب هل الاتنين semi unit no they are not يبقى لازم نحول الميتر لأيه لسنتيمتر هنعمل الات time 100 هتطلع 800 يبقى الفور زي ما هي والات تتحولت لأيه لأيه 800 اقدر دلوقتي cancel سنتيمتر مع بعض واقدر اعمل simplify بان اعمل divided by cam divided by 4 تمام the result will be 4 divided 4 equal 1 and 800 divided 4 equal 200 طب يبقى دي الفاينال رزلت عندنا the drawing scale equal 1 to 200 اوكي next one او السكند ايديا بقى هديك the drawing scale وديك the drawing lens واطلب منك تجيب الايه تجيب the real lens so if the distance between two cities on a map of a drawing scale 1 to 500 thousand equal 5 سنتيمتر find the real distance between the two cities in kilometer عايز the real distance بس بالايه بس بالكيلومتر طب انا عندي drawing scale ابدأ اكتب الرول بتاعتي وحطه تحت الرول the value of the drawing scale that i have اللي هي 1 to 500 thousand يبقى drawing scale equal drawing lens to real length تحت drawing lens اكتب ال 1 وتحت real lens اكتب ال 500 thousand سنتي 500 thousand وبس طيب عندك بعد كده بقى 5 سنتيمتر معظم الطلاب بيغلطوا الغلطة دي اجعل 5 دي كده واكتبها هنا اكبر غلط الكلام اللي اتعمل ده غلط the 5 not real this is wrong answer the 5 is drawing lens تتحط تحت ال 1 تمام ما تغلطش الغلطة دي ركز لو انت مش عارف مكانها فين شوف ايه اللي مطلوب منك في الاكتبار انا طالب منك ايه find the real distance يبقى على طول تحط ال question mark تحت ال real distance تمام وحط ال 5 تحت ال 1 ونعمل cross multiplication that we have يبقى real lens equal 5 times 500 thousand divided by 1 والانصر هتطلع بالcent عشان اليونت هي سنتي انت محتاج الاكتبار في الاخر ان ايه in kilometer يبقى لازم تحول اليونت في الاخر لكيلومتر طب من centimeter into kilometer ها وميني space between them عندنا one space two space وهنا three zeros يبقى كده كان hundred thousand five zeros اوكي تطلع الانصر كان twenty five kilometer يبقى الانصر عندنا equal twenty five kilometer next exercise او تالت ايديا عندنا بقى ابقى مديك drawing scale ومديك real length وطالب منك تجيب drawing length نفس الايديا اللي فاتت بس بدل ما بنحط five تحت drawing length هيديني number احطه تحت real length as like this exercise if the real distance حتى هو كاتبها هو if the real distance between two cities is two hundred seventy kilometer and the drawing scale of a map is one to nine million what is the distance between them on the map عايزة distance بينهم على الايه على الماب اول حاجة اكتب الرول بتاعتك drawing scale equal drawing length to real length تحت drawing length اكتب one وتحت real length اكتب nine million two hundred seventy kilometer في بروفو تحط تحت real length تمام وquestion more تحت drawing length ونعمل cross multiplication to find the drawing length on a map طيب اليونت عندي كيلومتر هل ده صح هل اقدر رئيس distance distance على الماب بالكيلومتر لأ مش هينفع لازم احاول الكيلومتر في الاخر اللي ايه لسنتيمتر هنعكس بقى عملنا هنا time one hundred thousand بتطلع الانصر كام 3 سنتيمتر تمام طيب ده كان درس drawing scale حلنا به الثلاث اشكال بتاعته عرفنا definition عرفنا مسائل الكمبيليت بتيجي فيه عاملة ازاي ناخد الدرس اللي بعده اللي هو كان بيكلم عن البروبورشنال ده كل المسائل اللي فيه story problem محتاج تقرأها كويس جدا فيه مسائل هيبقى فيها plus ومسائل هيبقى فيها minus وفيه steps قبل التابل فانت محتاج تقرأ المسألة كويس جدا تطلع الجيفن بتاعك واحدة واحدة عشان تعرف تحيل المسألة بسهولة وصح الاولاني خد ثيرد المني and the ratio between the share of the second and the third was two to three find the share of each one of them عايز يجيب الشير بتاع كل واحد في الأولاد مسألة زي دي حلناها قبل كده وحلنا منها كتير بنفس الشكل طالما مديني الفرس بياخد fraction من الفلوس أول حاجة هعمل fraction multiply total money عشان يجيب ايه أول واحد نصيبه قديني الفلوس يبقى the share of the first third time two hundred twenty five equal seventy five pound يبقى ده نصيب الأولين باقي الفلوس هيتوزع على الايه على second والthird بالرشيو اللي كانت موجودة طب أنا قلت كلمة باقي الفلوس يعني أنا مش هوزع two hundred twenty five على الولادين التانين الأولين يخذ seventy five لازم أحسب الفلوس اللي تباقي at the so now the rest of the money باقي الفلوس هتبقى two hundred twenty five minus seventy five equal كام equal one hundred fifty ده ده التوتال اللي هيتوزع على الايه على second sun والthird sun طبعا بتاب الرشيو second to third to the sum the ratio as he told me two to three يبقى نحطها في الالكسرسيز two two three والصم بتاحهم equal five وبعد كده تحت كلمة sum اكتب الone hundred ايه اكتب الone hundred fifty طيب يبقى السكن sun شير هيبقى two طيب 150 divided by five والثير sun شير هتبقى three طيب 150 divided by five and the result will be sixty pound and ninety pound تمام طيب ده كان lesson three اللي هو عن proportional division طيب تعالوا نشوف lesson four بس على البورد نشوف بعد كده الاكسرسيز اللي جاي بيقول ABC is a triangle in which measure angle A equal two over three measure angle B and measure angle B equal six over five measure angle C find the measure of each angle عايزيني نجيب كل angle منهم بكام طب طبيعي مديني ratio between two angles وratio between two angle تانين بيفكرني بدرس الايه او بلسن ال combining ratio لازم اجيب ال ratio between three angle في line واحد يبقى اول حاجة عندنا هنعمل angle A to angle B to angle C واكتب ratio بتاعتهم في سطرين وابدأ حل الاكسرسيز بتاعي طيب A to B equal two to A two to three طب B to C equal six to five كتبت line تاني طب محتاجة حط ratio بينهم في نفس line زي ما متعودين النumber اللي في النص هنعملهم time بعض ويجي على الفيرست number هعمله multiply by six وال second number هعمله multiply by five تمام يبقى اول حاجة هتطلع six time two equal twelve three time six equal ten three time five equal fifteen and I should put it in the simplest form عايز تخليها كده برضو عادي الاكسرصايز هيبسها بس الأحسن ليا أن أنا إيه أبسط الأرقام وخليها إيه numbers صغيرة يبقى هنعمل divided by three لل three number twelve divided three equal four eighteen divided three equal six fifteen divided three equal five ابدأ اعيد شكل الاكسرصايز من أول وجديد if the ratio between the four to six to five find the measure of each angle طب أنا مش مديك ولا واحدة فيهم هتعمل إيه طب عارف من primary four إن الصم بتاع the three angle goal triangle equal كام equal 180 لبقى لما أجي أكتب the exercise بتاعي هنكتب the three angles مع بعض to the sum عندنا في الآخر هيبقى إيه sum four to six to five وفي الآخر نكتب الصم بتاعنا اللي هيطلع كام هنعمل three numbers plus واكتب الأنصر بتاعتهم وتحتي هنكتب the one hundred fifty the one hundred eighty تمام طيب كده هنعرف نجيب measure angle A أعرف أجيب measure angle B وأعرف أجيب measure angle C angle A هتبقى four time one hundred eighty divided fifteen the result will be forty the result will be forty eight degree angle B six time one hundred eighty divided fifteen the result will be seventy two degree angle C the last angle five time one hundred eighty divided fifteen the result will be sixty degree طيب لو أنت محتاج تعمل check ها هتقول لي هنعمل ايه لو عملنا three number plus هيطلع كام بروفو هيطلع one hundred eighty عشان three angle لازم تطلع في الآخر بone hundred eighty نكست اكسوسايد ادم بوت اتليفجن four four thousand five hundred pound if its original price was five thousand pound find out the discount percent تمام طيب اكسوسايد زي ده مسألة percent نكتب التابل بتاع البرسنت أول حاجة كان عندنا before discount والبرسنت بتاعته دايما بتكون كام one hundred طيب what is the price before قبل الديسكاونت كان البرس كان five thousand يبقى نكتب تحتيها five thousand في النص حصل ديسكاونت وبعد كده أنا اشتريت ب price after discount طيب البرس اللي كان after discount كان كام four thousand five hundred ما اكتبهاش في اللاين بتاع البرسنت اكتبها في لاين الريل يبقى تحت اكتب four thousand five hundred دلوقتي محتاجين يجيب ايه عايز البرسنت of discount قبل ما اجيب البرسنت of discount محتاج ان يعرف الديسكاونت كان قدي ايه أنا لو الحاجة كانت five thousand وانا اشتريتها four thousand five hundred الدسكاونت هيكون ايه بروفو هنعمل الاثنين minus يبقى اول حاجة عشان اجيب amount of discount هعمل five thousand minus four thousand five hundred to get the result five hundred يبقى اكتب ال five hundred عندي في التابل واقدر اعمل دلوقتي cross multiplication to find the discount percent تمام يبقى هنعمل one hundred time five hundred divided five thousand تمام طيب equal ten percent يبقى الانصر بتاعتي percent of discount equal ten percent طب انا لو محتاجة اجيب percent after discount لو انا اديتك percent دي بتن وانت عايز تجيب percent after هنعمل minus عشان كلمة discount بتخلينا اعمل ايه minus عشان اجيب الاخر percent عندنا طب تعالوا نعمل conclusion لدرس الpercent واحنا عادين طيب مسائل الpercent مسائل ثابتة story ما بتتغيرش شوية keywords مفروض نكون عارفينها كلمة discount كلمة sale كلمة loss كل الكلمات دي معناها اني number صغر يعني عملت minus كلمة profit كلمة taxes كلمة interest دي معناها اننا النومبر زاد عندي يبقى معناها اننا هعمل plus تمام طيب يبقى دي كانت unit two بتاعة البروبورشن خدنا فيها definition البروبورشن ولازم تكون نفكروا كويس جدا ان هو ايه equality between two ratios or more خدنا definition of drawing scale هو عبارة عن ratio between drawing length and real length وخدنا اخر definition في اليونت اللي هو كان بيكلم عن البرسنت اللي هو ratio was the second term equal 100 هنتظركم ان شاء الله الحلقة الجاية هنراجع مع بعض unit 3 و unit 4 اتمنى لكم انتوا فيه واشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة